إن أرضكم قد تحررت بالكامل وأن مدنكم وقراءكم قبل خمس سنوات في مثل هذا اليوم أعلن حيدر العباد انتصاره على تنظيم داعش وبعد خمس سنوات ما زال الأهالي يعيشون التبعات المدمرة لهذا الانتصار الذي خلف مدنا مدمرة وأطفالا مشردين يتامى ومئات الآلاف من النازحين ومثلهم من المغيبين وللمصادفة المرة هذا اليوم يتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان فأي ملف أسود يفتحه العراقيون في هذا اليوم ملف النازحين الذين يواجهون خطر فقدان الهوية أم المدن التي لا تزال أكواما من الركام المليئة بالجثث المتفحمة أم المغيبين قسرا منذ عدة سنوات وبدأ مصيرهم يتكشف شيئا فشيئا عن طريق اكتشاف مقابر جماعية لهم أو بمعلومات مسربة عن تصفيتهم وهذا هو الأرجح كما أكدت مصادر برلمانية وجهات حقوقية ذكرت أن جميع الكتل السياسية تعرف أن المغيبين قد تمت تصفيتهم لكنها لا تجرؤ على مواجهة الناس بهذه الحقيقة لتبقيهم في أمل موهوم يراد من خلاله استغلال أصواتهم انتخابيا السنوات الخمسة التي مضت منذ الإعلان عن هزيمة تنظيم داعش لم تتخذ الحكومات المتعاقبة خلالها خطوة فعلية تجاه إعادة الحياة في تلك المناطق بل على العكس تماما استغلت تلك الفترة لممارسة أكبر عملية تغيير ديمغرافي وتطهير طائفي عبر الخطف والاعتقال بذريعة ملاحقة بقايا داعش وكذلك السطو على ممتلكات النازحين والمهجرين وقطع سبل الحياة حتى بلغ الأمر حد الطرار الأطفال للعمل للحصول على لقمة العيش فعلى سبيل المثال للحصر لجنة الإنقاذ الدولية ذكرت أن 90% من العائلات في الموصل لديها أطفال يعملون في مجالات خطيرة تاركين مدارسهم بسبب ظروف الحياة الصعبة يستذكر العراقيون اليوم العالمي لحقوق الإنسان في كل عام ليحصوا ما فقدوا من حقوقهم أو بالأحرى ليفتشوا عن شيء بقي لهم من تلك الحقوق لم تسلبه بعد السلطة المستبد